وأمام سمرار مساسا لانهيار أسعار النفط يطرح خبراء جملة من السيناريوهات والأوراق التي هي بيد الحكومة لمواجهة انعكسات تراجع مدخيل الجبائية البترولية أحمد حفص يحبس الجزائريون أنفسهم أمام استمرار تراجع سائر البترول في الأسواق العالمية فرغم الشعارات البراقة التي ترفع من قبل السلطات حول الإرياحية المالية للجزائر إلا أن أولى مؤشرات توجه صناع القرار لإجراءات تقشفية لمواجهة انعكسات تراجع مدخيل الجبائية البترولية بدأت تتبلور يجب أن يتوقف على المدخل للجزائريات حتى ولا أنا لا أظن أنه من العام الجديد يكونوا المدخل اللي يمسوا المدخل والتأمي من الناس أما هذه الكاتر فانسات بيس والزيادات مثلا في الأجور أنا أظن كإذا كمل السعر كما رأى إذا اقتضى الأرب يفوق بارتاجيل وساكريفيس تساؤلات عدة تطرح حول مدى قدرة الجزائر التي تنام على احتياطين صرف يقدر بمئتي مليار دولار على مواجهة أي صدمة مالية من بكريهم يحوسوا على السياسة الهرب إلى الأمام قال سلك الأيام خلاصوا دراهم نروحوا سلفوا من الخارج قال يوم عرضنا في بحبوحة خلي دراهم هكذا واللي يهضرنا أعطيه لكي يسكت هذا راه سياسة القضاء على مصير الجزائر وفي انتظار ما ستحمل الأيام القادمة ستكون الحكومة أمام خيارين أحلاه ممر إما إقرار إجراءات تقشفية غير شعبية وتحمل التبعات أو إقرار استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم تنقذ ما يمكن إنقاذه بأقل الأضرار ترجمة نانسي قنقر